السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل سمعتم آخر خبر أبو سعيد فصل من عمله أم علي طلقت من زوجها أما مروان فقد خسر في البورصة أيها الأحباب الكرام إلى متى نظل هكذا نعيش على مركوبي قيل وقال نعيش على إساءة الظن بالآخرين نعيش على نقل أخبارهم وإن كانت غير حقيقية أو غير صادقة فنقع في إثم الكذب بها فعن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع رواه مسلم في مقدمة صحيحة وصححه الإمام الألباني وفي رواية عن أبي هريرة أيضا عند أبي داود في سننه كفى بالمرء إثما بدل كذبا فلماذا كان الموضوع فيه إثم وكذب والجواب والجواب لأنه يحمل صاحبه على أن يخلط في كلامه في النقل عن الآخرين بشيء من الكذب في يكون كلامه كله برمته فيه نوع عدم ترون بل تعجل وفيه نوع من التخليط والتخبيط والتزويق والتزوير في الكلام علينا أن نبتعد عن هذا الإثم فإذا أدركنا أن الله سبحانه وتعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى قال أحد الصحابة لآخر هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيئا في زعم فقال نعم سمعته عليه الصلاة والسلام يقول بئس مطية الرجل زعم وذلك أنه جعل هذا الزعم بمثابة المطية التي تركب وهو فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن من يتتبع أخبار الناس وينقلها هو أولا يكون مقلدا لغيره لأن غيره نقل الخبر عن غيره وغيره نقل الخبر عن غيره فيأتي هذا الإنسان فينقل هذا الخبر عن هذا فهو أولا إذن نقل بشكل تقليدي ثانيا لا يتحرى فيه الصدق ولا الصحة فلو كان كذبا ولو كان غير حقيقي لنقله دون مبالاة ودون اكتراف لا يعبأ بهذه الكلمة همه فقط أن يصبح له صيت بين الناس أن يصبح له اشتهار لأن فلان هو الذي قال كذا وما أكثر روايات التي يتتبعها بعض الناس وينقلونها بل تصل أخباره أحيانا إلى نشرات الأخبار في التلفاز والإذاعة ويأتي بعد ذلك من أهل هذا الإنسان الذي نقل عنه خبر كاذب فينفي هذا الخبر يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إياكم والفتن فإن وقع اللسان فيها مثل وقع السيف ولما سئل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه ما قولك في الفتنة التي دارت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما فقال تلك فتنة أسكت الله سيوف الصحابة عنها فينبغي علينا أن نسكت ألسنتنا منها تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم يصير هذا كالعلك في أفواه الناس فلان حصل له كذا وفلان حصل لها كذا وقد روى لنا المغيرة بن شعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أتدرون لماذا كره الله لنا قيل وقال كره لنا قيل وقال لأنه تتبع لأخبار على غرض الكذب ولأن فيه تعرضا لأعراض الناس فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما أصابها ما أصابها إلا من وراء الإشاعة في حادثة الإفك المعروفة وهؤلاء الصحابة الذين خرجوا وهاجرين إلى الحبشة بعد أن زرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم حكمة مفادها أن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد وصل خبر إشاعة إلى المسلمين في الحبشة بأن أهل قريش وصناديدها قد أسلموا وأن الأذى قد توقف عن المسلمين المضطهدين هناك في مكة فخرج هؤلاء المهاجرون من أرض الحبشة من إفريقيا يعبرون هذا البحر الأحمر أو بحر القلزم أو القلزم تكبدوا عناء الطريق وربما واجهتهم موجات في البحر وربما واجههم برد شديد أو حر قاس حتى وصلوا إلى أرض الحجاز فلما دلفوا مكة ووجدوا أن أهل قريش ما زالوا في عتو ونفور من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إذا بهم يسومونهم سوء العذاب إذا بهم يتكبدون خبر تلك الإشاعة فيا أحبابي الكرام يا إخواني ويا أخواتي علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى أن نحافظ على هذا اللسان قبل أن يأتي ليشهد علينا يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ويقول تعالى اليوم نختم على أفواههم أفواههم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يقسبون فاتقوا الله عز وجل كفى بالمرء إثمن كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وجزاكم الله خيرا